الرد الآلي، الوضع الصامت، ميزات جديدة أطلقها تطبيق إنستغرام لتقليل عدد تنبيهات التي يراها المستخدمون وللرد على حاجة ملحة للمستخدمين، معالجة إدمان المنصات الميزات الجديدة تحاول مساعدة المستخدمين على مكافحة هذا الإدمان الذي يسيطر على حياة الناس عبر الهواتف الذكية وذلك بالتقليل من استخدامها الوضع الجديد سيكون مناسبا للأشخاص الذين يحاولون التخلص من التعلق الشديد بوسائل التواصل ما يمكنه من التوقف أو يمكنه من التوقف عن إدمانها وتستهدف البيزات الجديدة المستخدمين، لسيما المراهقين منهم في بريطانيا، ولاية المتحدة، إيرلندا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا وسيكون متاحا قريبا في دول أخرى، المزيد مع كيلاميس العديد من المشاهير حول العالم فضلوا لابتعاد كليا أو جزئيا عن وسائل التواصل الاجتماعي الحارس الإسباني فيكتور فالديز الذي لعب في برشلونة لسنوات عدة أغلق جميع حساباته في مواقع التواصل عقب اعتزاله مفضلا لابتعاد عن الأضواء والتفرغ لعائلته كذلك فإن الفنانة الشهيرة مايلي سيروس حذفت عام 2018 جميع صور على إنستجرام ثم حذفت حسابها على المواقع مؤكدة أنها ترغب باستراحة حتى تشعر أنها أفضل وحذف الممثل كوميدي الأمريكي بي تيفيدسن حسابه على إنستجرام بعد أن عبر الناس عن آراء سلبية حول علاقته العاطفة والرومانسية مع أريانا جراندي مؤكدا أنه لم يستطع التعامل مع التعليقات السلبية التي تلقاها من المعجبين الغادبين وأيضا غادرت الممثلة الأمريكية كيلي ماريتران إنستجرام بعد شهور من المضايقة من مشجعي حرب النجوم العنصريين وتعليقاتهم المسيئة لها والتي لم تستطع تحملها أما المطرب الأمريكي الشهير كان يويست كان لديه تاريخ شهير مع الحفف والعودة حيث كررها لعدة مرات فيما وجد البعض أن ذلك كانت محاولات لجذب النظر من قبله على كل حال سأل الناس في السعودية متى يمكنك هاجر السوشال ميديا وممارسة سوشال ميديا ديتوكس نتابع إذا صار عندك وعي أكثر في السوشال ميديا مو أي حساب تتابعه وعندك أولويات ومسؤوليات أكثر تحرص عليها لأن الفاضي يطلع من برنامج لبرنامج ويروح وقته على الفاضي هي سلاح ذو حدين بس إنها كويسة يعني لأن بعض الأحيان فيه أخبار أو فيه أشياء إذا قرأتها تسوي لك تريح شوي يعني زي تفكي السترس اللي موجود لكن بعض الأحيان ما أنت برايك تلقاك شب مجرد ما تدخل أي برنامج على طول تطلع منه كذا تحسنك منفس فعلى حسب غالباً في أوقات الدراسة مثلاً مذاكرة ومثلاً يعني لما كنت مسافرة في الطيارة طبعاً لازم ينقطع النتو شيء وأوقات مثلاً التعب لما أتعب أو شيء ما أفضل الجوال مش دايماً بكون على السوشيل ميديا أنا أحترمها لما بستفيد منها بامتناع لما أكون مثلاً قاعدة مع زوجي أصدقائي في مطعم يعني احتراماً وفيه فترة هيك يعني لازم ساعة ساعتين حتى في اليوم بعتبرها زي هيك يعني الواحد like meditating مع نفسك أو بتتأمل صراحة تم تأهجر السوشيل ميديا لما تكون في لحظات سعيدة في جمعة أهل جمعة صحبات لما يكون فيه شيء في بيتنا أيام العيد تلقينا ننسى الجوال ونبسط بالجمعة ونتبادل أحاديث عن نفسي أنا اللي أنا أسوي أنه تنظيم الوقت في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما فيه بديل ولكن قد يعني أقدر أقول أنها تغيير أو تغيير طريقة استخدام أو استعمال وسائل التواصل الاجتماعي صراحة أمتناع السوشيل ميديا في أوقات مشاريع الجامعة طبعا لازم يكون امتناع كله عشان أقدر أنجز صراحة وبرضو في التعب أوقات التعب أوقات السفر ممكن يكون أحيانا في السفر في جمعة الأهل في الجامعة في العمل أوقات كثيرة الواحد يحاول أنه يبعد عن الجوال عن الأجهزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر